فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله عليكم قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى انتهى ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذه أيضا مما جاء في زيادة رواية البرقان رحمه الله وهي المسألة الخامسة وهي بشرة بعد هذه الطوام والمخاطر والمهالك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أمته أن هذا الدين سيبقى وسيبقى له حملة وأتباع مع هذه المصائب ومع هذه الفتن لأن الله تكفل بحفظه قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا يزال هذا الدين باقيا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزال له أتباع وحمله يصدقون في حملهم وإيمانهم لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم وهذا لأن الله جل وعلا تكفل بحفظهم وحمايتهم وأنه مهما تطاول عليهم المتطاولون وتكلموا فيهم وهددوهم فإنهم لا يتزحزحون عن هذا الدين بل يثبتون عليه لا أن تقوم الساعة وذلك من أجل أن تبقى حجة الله على خلقه لا أحد يدعي يوم القيامة أنه ما جاءه من نبي ولا جاءه من رسول ولا كتاب فإن الله جل وعلا يقول أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فالله جل وعلا أبقى هذا الدين مهما اعترضه من المشاكل والمشاق ومهما حاول المحاولون صده والقضاء عليه فإن الله يرد كيدهم في نحورهم ولا يضرون إلا أنفسهم قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون